اهلا بكم معاكم امير اسعد ياربكم بخير اليوم معنا فكرة جديدة وفيديو جديد اول حاجة بنجيب دهبي مائي وبنبدأ نشتغل به شكل عشوائي زي ما حضراتكم هتشوفوا الدكور اللي هنعمله النهاردة هو دكور في تزليلات دهبي وعليه تقطاعات معجون اه توتشات كده في ناس كتير مش بتاعف تعمله احنا نعمله بطريقة مبسطة ومش مكلف يعني الموضوع هيبقى بسيط جدا مش مكلف خالص اول حاجة بنبدأ نوزع الدهبي بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها طبعا الوش مش بيستر يعني لما تيجي تعمل وش دهبي كده زي ما حضراتك شايف بيبقى كاشف شوية فانت بيتحدد بس الاماكن اللي انت هتشتغل فيها وبعد كاب تبدأ تعيد عليه زي ما حضراتكم شايفين عشان الدهبي بيبقى واضح بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده طعم بتشتغل اه شغل عشوائي بس بتوزع في اغلبية الحوائط وبتبدأ تعمل توتشات خفيفة في الاماكن الوسعة زي ما حضراتكم شايفين بعد كده بنجيب معجون يعني ده معجون جوتين بس انت ممكن تجيب اي معجون حوائط مفيش مشكلة اه معجون بلاستيك وبتبدأ تاخد شوية وبنعملهم لون رصاصي بنعملهم لون يعني زي الحوط او اغمق شوية لان طبيعة المعجون بيبدأ يفتح جامد بيفتح تلات اربع درجات فانت بتعمله اغمق من لون حيطة درجة وبتبدأ تجيب المالك وبتاخد على المالك اجزاء من معجون زي ما حضراتكم شايفين وبنبدأ نوزع المعجون بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده طبعا احنا بنوزع المعجون برضا كعشوائي بس بنبدأ نتقل شوية على الحروب بتاعت الدهبي وبنبدأ نوزع على الحوط كله بحيث لما نيجي نساوي المعجون يعني ما يبينش التطشوات بتاعت الدهبي والحروب بتاعت الدهبي يبين اجزاء بس فبنبدأ نوزع في كل الحائط بتاعنا المعجون بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها طبعا لو لقيت جزء انت حطت فيه معجون قليل بتبدأ تزود بعد كده بنبدأ بالجنب المالك بنبدأ نساوي كل الحائط طبعا انت لما تتساوي كل المعجون الزيادة بيبدأ يعني يدخل في بعض ويدخل في الدهبي فبيبين تطشوات خفيفة من الدهبي زي ما حضراتكم شاكين بنبدأ نوزع كل المعجون اللي عملناه طبعا المعجون بيبقى متوزع عشوائي فانت لما تتعمل بالمالك بنبدأ اتجاه واحد بتبدأ تاخد يمين وشمال وفوق وفي الجنب بحيث انت تشغل شغل عشوائي ما تبينش الاشتباه واحد لان الشغل ده بيبقى عشوائي وزي ما حضراتكم شاكين كده بنبدأ نوزع كل المعجون اللي معنا طبعا لما بتوزع بتبدأ الدهبي يبين منه تطشوات خفيفة زي ما حضراتكم لما بنقرب من الكاميرا وعطبيع شكله اجمل من الفيديو كمان لما بنقرب بيبدأ يبين بنسيبه ينشف 24 ساعة وبين صفات المعجون بيتابتح لان المعجون بيتابتح كذا درجة بنبدأ نصنفر الحائط كويس جدا وبعد كده بنجيب السلر بتاع الاخشاب بندي وش خفيف طبعا ايه ناس بتدي وش تقيل بس انا بفضل لانا يا دوبك بس هدي وش حماية للمعجون لكن انا ما بفضلش اللي احنا نشبع الجنب قوي سلر عشان ما ببانش لامعة السلر احنا بندي وش خفيف جدا وكده كده لما بتدهن او بترش بيبدأ يتشرب وبينشف تاني بس انت بتبقى عملتله طبقة حماية طبقة خفيفة وزي ما حضراتكم شايفين كده يكون فنشنا الحائط والديكور بتاعنا النهاردة واضح جدا الشكل جميل جدا وعمل فكرة جديدة والتوتشوب بتاع الدهب في الاضاءة واضحة جدا تمنى تكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك لو انت مش مشترك معنا في القناة اشترك وفعل الجرس ليسلك كل الافكار الجديدة اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة